مرحبا مشاهدينا من قلب اللاذقية مشاهدين قناة أغريت نحن اليوم موجودين بمنتجة نسمة جبل بمعرض وملتقى التنمية الريفية والزراعية دعنا نفوت لجوة ونتعرف على أهم المنتجات الزراعية اللي عم تنشغل بأياد سوريا وبأياد طبعا ناس محبة للعمل ومحبة للشغل يعني ما شاء الله نشوف خيرات بلادنا هون يعني كله هون شي بيشرح النفس وبيفتح القلب يعطيكم ألف عافية يا رب خلونا نتعرف على يعني في كتير من الأغسام الموجودة في عنا هون أكتر شي عم يتميز فيه المعرض هو وجود العسل يعطيك العافية أهلا وسهلا حضرتك تعرفنا بحضرتها أحمد الشريقة تعاوني الإنتاجي للعسل بقرية الجوزية أديش حلو أنه يعني هيك تربية العسل وأديش فيها متعة هاي القصة هو فن ومتعة يعني وزراعة بنفس الوقت يعني النحل دائما بيعتمد على يعني على الأرض وعلى الزراعة وعلى الزهور وعلى كل شيء والنحل بتختار المواد هي يعني ما بدأ من يعلمها هي دارستها وحافظتها لكل الزهور بدأ تجني منها العسل وتصنعه بطريقة الله يعطيك العافية يا رب يعطيكم ألف عافية يا رب كمان يعني غير منتجات العسل كمان عندنا المنتجات اليدوية يساعد لي هالمسا كيفك شو أخبارك شو هالفن هات شو هالتطريز تدوير أقمشي هيدا قديمي تدوير الطياب عندك قديم بصير ما أحلى كله بيجنن لك الله يعطيك العافية وسلم هالأنامل وحضرتكن هون كماني كروشي حضرتك اللي عم تشتغليون ايه لك يا لطين خربتي لشعري هاتي حطي حطي الله الله يسلم هالأدين الله يسلم هالأدين وفي هيك فساطيل للبيبي مثلا هيك أشكال دبدوب للبيبيات في هيك للصبايا في لفحات دانت دانتيل نستطيع التعطي بالموديل يعطيك ألف عافية سلام عن جد في فن يعني بالموضوع يعني سلام وغير أكتار موجودين هون بالمعرض لك الله يعطيك ألف عافية وسلم هالأدين الموجودين هون بالمعرض صراحة في عندهم فن يعني ما بس والله هني خلص مسكوا قصة عم بيشتغلوا فيها لا عم يتفننوا فيها وعم يبدعوا فيها ولا عشر معامل بتلحق لهم مساء الخير كيف كون مش أخبار كون يعطيكم ألف عافية نبلش من عندك شو عم تشتغلي هون شو عاملة غزائيات مكدوس شوفوا لي هالترتيبة شوفوا لي هالترتيبة يا عمي والله زيت زيتون كمان كله مواطط طبيعية مرحبا كيفك شو أخبار شو 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 المنتجات اللي عم تقدموها هلا عنا زيت زيتون بلدي زيتون كمان يقتين يابس من كله من يبسوا على ايدنا أعشاب كله من شغل الارض وكله شغل ايدنا والله أحلى كلمة بتنقالي عطيكي ألف عافية أحلى كلمة بتنقال حزروا شو هي أنو شغل الارض أخي هون ما في لاغش ولا في شي مرحبا هون كأنو حلويات سهلة أي حلويات يا عين يا عين جوز البلدي والشوكولات المرة عندك الكشك عندك صابون الغار يلي هو من يعني جبال جبال بلدنا أهلا وسهلا فيك فبس شوفوا للرتابة شوفوا للأناقة وأكيد الطعمة الطيبة وهون شو؟ هيتين هبول مع الجوز يا لطيف هي أطيب أكلة الجوز الأمريكي هذا البيكان والله شي بشاهي كله من الأرض كله من دعنا يعني منظر لحاله بشاهي طبعا كمان هون في عنا الأشغال اليدوية كمان يعطيكوا الألف عافية صبايا قداش اليوم مهمة مشاركتنا اليوم بهيك معارض يعني وملتقيات كتير مهمة يعني بتعطينا أكيد تجربة وزيادة على خبرتنا وهيك والعالم بتتعرف على شغلنا زيادة حضرتك عم تشتغلي كله هذا هند ميد ما؟ اي كله هند الله يعطيك العافية يا رب وموفقين يا رب هون عنا منتجات طبيعية مية بالمية صابون غار صابون طيون شو هات صابون طيون؟ هيدا عبارة عن تقطير الطيون إضافة للزيت وقليل الجبل بيطلع شو بيفيد؟ هيدا معقيم معقيم لك الله يعطيك العافية طبعا هون هيدا هيد شراك لك الحرير صابون من الحرير هاد شو بفي؟ هيدا بيعمل الوش حرير والجسم حرير لك والله ضحكتك الحرير ده خير ربك يعطيك ألف عافية يعني هون بهذا المكان اللي صراحة نحنا أنا ما بعرف شحاس بشعور كتير كتير حلو أنه موجود بمكان كل الناس عم تعطي من قلبة عم تصنع من قلبة وعم تقدم من قلبة وعم تسوق من قلبة ما في هون لا تاجر ولا شي هون ما همهم التجارة على قد ما همهم فعلا أنه يوصل المنتج اللي هني عم عم يشتغلوا بإيديه هون للمستهلك بطريقة حلوة وطريقة طبعا نحن نشوف هون من الأشخاص المسؤولين مرحبا هاي يعطيكم ألف عافية الله يعافية قديش حلو نحن اليوم عم نساوي معرض وملتقة لمزارعين ولا شخصيات هني بسيطة ولكن اليوم منتجة بالمجتمع يزان ما فيني خبرك قدينا نحن كتير كتير مبسوطين على الإقبال اللي صار على المنتجين اللي عنا المزارعين فرحتهم لما تم التكريم أنه في حدا شايفهم شو عم يشتغلوا في حدا عم يكرمهم على الشي اللي هنون عاملين هنون كتير مبسوطين وكتير تشجعوا لهذا الشيء نحن هاد بهمنا كتير لحتى يتشجعوا لحتى ينقلوا صورة للمزارعين الثانيين لجيرانهم لقرائبينهم لكل الناس لحتى الناس هي تتشجعوا وتشتغل حرف يدوية تزرعوا بأرضها تعمل لحتى السنة الجاية تجي تتكرم عنا أبدأش حلوها الحكي يعطيكم ألف عافية فعلا نحن بحاجة دائما لحتى يكون في عنا تنوع ومن هذا التنوع عنا قصة مميزة خلوني بس أدخل عليكم بدي أضع لكم حديثكم مرحبا للحظة بدي أضع لكم حديثكم اليوم فيه شغلة جديدة ومتنوعة يعني بالمعرض لكن هوني قصة جديدة بدنا نحكي عنا شو شو الجناحات عن شو عم شو عم تساوي فيه يبدو يحكي تفضل هلا نحنا رح نخلي ليحكي المزارع اللي نحنا بدنا نخليك تفضل عفوا تفضل أنا عملت تجربة تربية الأسماك بحوض حوض عندي بالمزرعة ومشكورة الهيئة العامة لستروي السمكي زودتنا بالأصبعيات تمام كيف بلشنا 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 بزراعة بحوض بالبيت بعدين لوين وصلنا حوض بالمزرعة بالأرض بالأرض حوض طوله عشر متار وعرض أربعة وعمق مترين جربنا بالأول بمئتين وبعدين زودونا بمئتاني صار تلاتمية ونجحت التجربة ونجحت التجربة وصار عندي فراخ اسمان وحتى فرخوا وعطوا بزري أو يارقات الله يعطيكم العافية ويشد على إيدكم حتى هكي كلنا نزرع ونكبر بكل شيء نقدمه نحن شرف لأن وجودنا بين هالناس الطيبين وهالأياد اللي فعلاً عم تزرع شوفوا عم نزرع السمك عم نزرع السمك يعني نحن ما بيهمنا شيء مرحبا كيفكم شو أخبر؟ سهلا الحمد هاي المواد شو تجميلية؟ تجميلية أنا مهندسة زراعة معي ماجستير بالقسم المحاصيل كل شيء زيوت كل شيء مستخلصات أنا بستخرجها مواد طبيعية زبدة الشياء فيتامينات كله مدعم إلينا صالح أنا مكتر بفهم بمواد التجميل بس مثلا مثل هاي شو؟ هاي تينت مورد شفايف مستخرجة من جلل ألوفيرا الطبيعي منضف لها فيتامينات للمورد للخدود والشفايف هودون مثلا هاي شو؟ هاي مخمرية ترتيب تنعيم تفتيح لكامل الجسم مدعمة لك فيتامينات زبدة شياء بتعطي نتائج خرافية الله يعطيك العافية إلينا نحن بحاجة ناس فعلا مثلكون بهالوقت نحنا كشباب بحاجة لحتى يعني نكون فعلا قادرين على صناعة أشياء من الطبيعة بزل الظروف كلها لعام المرفية طبعا كمان الملتقى والمعرض كمان يعني شهد زيارة وزير الزراعة بالإضافة لمحافظة اللاذقية يعني وعدد من الشخصيات اللي موجودة هون لحتى تكون يعني بالقرب من المزارع اليوم تكون تشوف شو هذا المزارع لازم يعني يوصل إن كان صوته وإن كان منتجاته للشارع وللناس كلها فاليوم موجودين كانوا وأثبتوا خلال هذا التواجد أنه فعلا المزارع له حق علينا بأنه نكون نحن دائما جنبه يعني ما بعشوا لكم غير إنه كبروا لي قلبي وخلوني فعلا هيك يكون سعيد جدا لليوم فرحتهم اليوم عند أي حدا يعني بس عم نشوف سيادة الوزير هلأ نشارك كون سيادة الوزير لأنه يالله المهم هلأ مكتب الحمضيات دائما عم بيشتغل كان بطريقة تقليدية هلأ طورنا وعملنا المخبر وعملنا خرط الأصناف وصار في عنا غراس بأصناف جديدة وإزنعنا السنة غراس مجاني لحتى نتوسع لزيرات الحمضيات فهي مبادرة جيدة جداً وبنفس الوقت فيه برنامج دعم المنتج لهذا بدل الأشجار الهرمي كمان توزيع غراس مجانية 250 أز غرسة مجانية والفلاحين نشتروا هلا المهم نحن نهتم بإدارة المحصول نحن في عنا برنامج دعم برنامج الاعتمادي هو عملياً دعم لإنتاج الحمد سيادة الوزير مكفة مع المزارعين وقريب جداً منهم يعني عم نسمع أنه عم يسمع مشكلاتهم عم يعطيهم الحلول نحن منقلكون كبرتون لقلبنا فرحتكم اليوم هكي لمتون بس اجي لعند أحد يقلي أنا ساويت كذا هاي الفرحة بأنه هوني عم يصنعوا وعم يأنجزوا نحن بحاجة للمدعمة كنت معكم يا زنفويتي من منتج عن اسمت جبل بأمان الله